خلينا نبدأ كالمعتاد بأهم الأحداث والأخبار سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل إنبارح تانيا فيون نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية سلوفينيا والسيد جواو كرافينيو وزير خارجية البرتغال وخلال اللقاء رحب الجانبين السلوفيني والبرتغالي بالهدنة الإنسانية المعلنة بقطاع غزة مثمنين الدور المصري القيادي استراتيجيا وسياسيا وإنسانيا على امتداد الأزمة منذ اندلاعها وحتى التوصل لاتفاق الهدنة خلال اللقاء أكد سيادة الرئيس أهمية تحرك المجتمع الدولي بجدية للتوصل إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على نحو يحقق العدل ويضمن الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة وجميع الشعوب استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة تانيا فايون نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية سلوفينيا وسيد جواو كرافينيو وزيرة خارجية البرتغال وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الجانبين السلوفيني والبرتغالي رحبا بالهدنة الإنسانية المعلنة بقطاع غزة مثمنين الدور المصري القيادي استراتيجيا وسياسيا وإنسانيا على امتداد الأزمة منذ اندلاعها يوم السابع من أكتوبر الماضي والذي كلل من خلال الوساطة المشتركة بالتوصل إلى الهدنة وتبادل الإفراج عن الأسرى والمحتجزين بالإضافة إلى دور مصر المقدر كذلك في إجلاء الرعاية الأجانب من القطاع وأضف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التوافق حول ضرورة استكمال العمل لتثبيت الهدنة والبناء عليها للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار إلى جانب ضرورة تقديم الدعم الفوري والفعال لجهود الأغاثة الإنسانية للقطاع على النحو الكافي لإعاشة أهالي غزة الذين تعرضت سبل عيشهم وأمنهم للتدمير كما شهد اللقاء التوافق حول الرفض القافع لتهجير أهالي غزة من أراضيهم وقد ثمن السيد الرئيس مواقف دولتي البرتغال وسلوفينيا من النزاع منوها إلى عضوية سلوفينيا غير الدائمة بمجلس الأمن لعامي 2024-2025 ومؤكدا أهمية تحرك المجتمع الدولي بجدية للتوصل إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على نحو يحقق العدل ويضمن الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة لجميع شعوبها منتدى شباب العالم أعلن مبارح عن إطلاق مبادرة جديدة بعنوان شباب من أجل إحياء الإنسانية دعا المنتدى كافة نشطاء مؤثر العالم الحرصين على نبذ العنف ونشر قيم التسامح والسلام ودعم ضحايا الحروب والنزاعات للمشاركة في تلك المبادرة المبادرة بتستهدف توحيد الجهود الدولية والشبابية لتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي وكمان ترسيخ القواعد البناءة في وجدان الشباب بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولا إلى تحقيق السلام والعدالة في دول العالم